موسيقى طيب نأسها فعل عطلة نبدأ بقى بس كمتباني ستولك مفتازي عشان نسجل بص انا كزي ما قلنه هو كورس بتاعنا عشان بس الناس ما كانتش حاضرة معنا هو كورس طغير جدا فهو يوم هنشرح طول بسيطة قوي ومش مستاهل اي قرهضة خالص في إدمالنا بس هو الفكرة ان احنا لازم يمركزين لسبب بسيط لان المشاكل اللي هتخلينا نتفادئة بعد كده حاجات كتيرة ايضا زي مثلا ان احنا ان شاء الله ودين الاسبوع اللي جاي ده هنبدأ في البروجيكت بتاع رشونسة احنا تصراحنا كانت في حاجة بتحصل كتير عيو في دبعتنا ان احنا كلنا الحمد لله نخلص البروجيكت ونروح مثلا انتين خمسة مع بعض بكل واحد ينخلص شغله بس كل الحاجة الوحدة كيش حاجة راجبة على البعض احنا اذاتين ما احدش عارف في الكمونيكاية مع التني فعشان كده لازم نبفاهمين كويس جدا ان الشيء ده شغالي ازاي ان هو بسيط بس فيه حاجات غريبة بتحصل يعني طبعا كعادة ميتروسوفت ايه دي الحاجات اللي احنا نعجي عليها النهاردة ايه السورس كونترول ككونسبت عمتا الكونسبت بتاع السورس كونترول ايه هو بعد كيه نبتدي ندخل في team foundation سيرفر للوصف كونترول بتاع ماركراسوفت بعد كيه ندخل في الانلاين team foundation سيرفر دي الطول اللي احنا اللي شغالين عليها ان شاء الله يعني من هنا لاخر الاتي ايه بعد كده هندخل على الفيتشورستاعته والحاجات الكمون اللي احنا المشاكل اللي بتقابل معظم الناس تقريبا واخيرا هنعدي على البيس باكتيز اللي هو حاجات كده يعني بالخبرة هتعدي عليها هتعرفها برضها من قولها وهناعمل شوية ديموز في الاخر سؤال كده ما بدايين احنا اشتغلنا على اي project ازا تيم project في coding هاعمل شوية ديموز في الواحد تمام حلو ايه طيب احنا في الواحد كان الواحد خمسة خلينا ايه خلينا نمسك واحد فيه ايه اشتمال ممكن ايه كل واحد اشتغل واحد وبتعليه بموضوع ساني طيب الواحد كنتوا ازا تيم بتتعاملوا مع بعض ازاي هاعمل شوية الديموز في الاستيار انا من كل الواحد وبنشتغلوا حتينا نمعوا قبعا من الواحد مثلا نعمل ازاع بورد مستغل عليها بريقي بعدين عاملين نحط اللوجك انا لو كنتها مستغل لقيها خلص اللوجك انتصيها مثلا عشان اتحمل عليها فارشاتها ووصل يعني احنا تقريبا ام كان شغلنا كلها بنسك على بعض ما كنش عارفين ممكن التبريب في مشاكل تانية عادت علينا ده مثلاً حد عملت حاجة بعوزة شغل التاني الكلام ده كل حد عدت عليه الكلام ده ده الطبيعي طيب بص لو احنا كنا وقتها شغالين Source Control Source Control بيجاوب على شوية اسئلة كده او مبقين كده دعا نقول ايه هو Source Control Source Control هو ليه كان اسم كده تانين في ناس بيقول عليه Revision Control في ناس بيقول عليه Version Control عشان هو بيعمل Versioning للكود هنعرف الكلام ده كله قدام طبعاً اسم العادي Source Control اول Code Management System او Source Code Management System دي كلها ايه مسميات Source Control تمام؟ في اقاويل اخرى بتقول ان هو Tool علشان Distributed Teams لو احنا Team كبير مع بعض فهو Tool علشان توحد الـ Team كل ما عدد الـ Team كبر وكل ما الـ Team بعض عن بعضه يعني لو مثلاً جزء من الـ Team في بلد وجزء من بلد تاني كل ما اللي احتاج لـ Source Control بقى موجود أكتر تمام؟ طيب فيه شوية اسئلة هنعدي عليها يعني الاسئلة دي بتجاوب احنا ليه ممكن نستخدم Source Control طيب ما بدهين كده قبل ما نشوف الاسئلة لو حد عارف حد رجال دلوقتي مش عارف يعني ايه Source Control تمام؟ طيب بولتاني Source Control هو Tool احنا احنا ازتين دا و احنا كنا دلوقتي شغالين مثلاً في الـ Project عدده بصدين عندنا Team كامل شغال على One File فكنا بنقول ان One File دا انا ببقى مستني مسلاً نحد يعمل حاجة بغاية هم يخلصها و انا بخد اكمل بعد صح كده؟ و طبعاً كنا بتستنى طب معلش يبعثلي الفايل عشان اعدل عليه وبعد ما خلص يبعثوله طبعاً كل مكين كده كل المشاكل دي بتزيد صح؟ و ضغرات دلوقتي لو كيه Tool بس الـ Files كلها centralize في مكان واحد وبنقدر كلنا نشتغل عليها في نفس الوقت يبقى دي بالنسبة لنا هو ده بالنسبة لنا هو ده بالنسبة لنا هو Source Control من انا بـ Control Source Code بتاعيه ايه بقى؟ عندي حاجات كتير ايه هنجولها دي بقى؟ تمام كده؟ حده لسه مش فاهم؟ طبعاً طبعاً Source Control يعني من اول الفايل بتاعك ليه تسايي ان انا دلوقتي شغال على فايل بقى لي كتير بقى لي يقوم مثلاً شغال عليه و خيراً انا مجعله فايل كده بصوت الالاخر لقيت ان الفايل ده بعد ما انا خلصت شغل اللوجيك اللي انا بمتماش عليه اصلاً من اول غض Control Z ما اتكفنيش Control Z خلصت خلاص كيوك ترمت خبز ما عندوش تاني فساعتها هعمل ايه؟ ببساطة شديدة هجيب اخر version انا كنت اشغال عليها من Source Control يبقى هنا اول فايلة من فايلة Source Control اللي انا عندي version الكود مش هو الفايل اللي موجود معت بس دلوقتي لا ده الكود موجود من اول يوم الفايلة تعمل فيه لغاية النهاردة تمام؟ حده مش فاهم؟ بيقاف تأكين بك بيقاف تأكين بك بيقاف تأكين بك وهو نفس جنيداء ده اللي جايب في سؤالك احريكم هو لو عندك حاجة مثلاً ضاعي فهو بيقاف تبني اسبيل ايه بك انا لو خدت المانيو الباكب لو انا باخد كابي مثلاً من الكود بتاعي كل يوم كل اسبوع كل ايه حاجة والله قدر الله الله طب بتاعي انفجر حصل له ايه حاجة رجب مثلاً اخر باكب بدايتني واخدها من حوالي اسبوع فانا كده شغل الاسبوع ده كله راه لكن لو عندي Source Control فانا شغل بتاعي يومياً بيبقى موجود على السيربر فمش هطر ان انا اعجب تاني حاجة انا عمل ده طيب لو انا دلوقتي من ضمن برضو فايلة Source Code ودي حاجة مفيتشر زي اللي احنا اعدي عليها لو انا دلوقتي عندي بروجيكت البروجيكت ده باقشد اونلاين عندي عندي منه Live Version خلاص يعني Project Up and Running وانا في نفس الوقت دلوقتي يشغل على version تانية الversion دي فيها features زيادة طب وانا اخد copy من البروجيكت ده واخد اشتغل عليها ولا اعمل ايه؟ لا في حاجة جوا Source Control اسمها branches دي بتفيدني في حاجة زي كده ان انا مثلاً ليت سي ان انا عندي Live Version وخلاص دي اللي Stable Version انا عندي بروجيكت وانا بتخلصه ومتطمن كل حاجة تمام هدي اللي Stable Version بتاعتي موجودة طيب عندي version تانية اسمها Better Version لو انا بزود عليها features اعاد شغال عليها عندي مثلاً version تانية بضرب فيها For Test Team مثلاً فهو بقدر اخد كزا copy من البروجيكت بالنسباي من البروجيكت بتاعي وفي الاخر بعمل لهم Merge معها هنعرف برضو الكلام دا كله بتفصيل هنعرف الكلام دي ممكن ما يجبش وضح ايو عشان لسه التنسل بتاع Source Control مش وضح قدامنا بس في الاخر هنعرف الكلام دا كله لما نتكلم على feature feature حد مش هلنقطة دي تماماً من ضمن برضو الحاجات القوية دي بدا في Source Control ان انا دلوقتي انا عندي عندي website والweb site دا انا طلعت عملت deployment جديدة يعني عددت في حاجة وعملت deployment ولقيت في behavior غريب بيحصل انا مش عين في ايه اللي بيحصل بصدر بس في حاجة غريبة بتحصل فاكيد ال behavior دا طلع بسبق يعني مشكلة في version اللي ما اطلعها دلوقتي طيب الحل ان انا اعمل ايه ارول باك version اجيب اخر version انا كنت متأكد عندي نية stable على Source Control ومطلعها تاني طيب كده اتأكدت ان الدنيا تمامي يعني انا فعلا version اللي موجودة دلوقتي فيها حاجة غريب ايجي هنا حاجة اسمها ان انا ممكن امسك two files او two versions مختلفين واحدة مثلا انا رفعتها على سيرفر النهاردة واحدة رفعتها على سيرفر من اسبوع وبتدعم ال compare بين الاثنين compare line by line اشوف انا عددت بايه انا غيرت ايه عشان اتشف فين الخطأ بتاعي هنكون نفس برضو الجزئية ان انا لو عايز اثبت ان في حتة point معينة مبوازة الدنيا ان انا هجيب يعني هعمل مثلا compare للحيط قديمة على version قديمة واخدها من version قديمة واضرب فانا لو عايزه يبقى ثروف بالنسبة لي لأي حاجة ان انا ارجع version قديمة واضرب عليها تاني ان انا محتاج ان انا شوف في ال history بتاعي كان ايه انا عددت في ايه انت ازاي برضو حتى جيب نسبة لي فيه ده ان انا ممكن اعملت the feature وبكرة مثلا شلتها وبعد بكرة رجعت احتاجتها تاني فبغض المعضة implement الكلام ده من الاول لا هي مهودة عندي هي مهودة في ال history بتاعي ارجع لها تمام بما ان زي ما حيكون الجغول في الاول انا بستنى ان حد بخلص شغله وبعدك افض منه الشغل هيبتدي اعدل عليه والكلام ده لأ انا دلوقتي عندي الكود كله مثلا user 1 user 2 user 3 كل دول خطين الكود بتاعهم على السيربر فانا ممكن مثلا اجي اعدل في الكود بتاع ابانوب ممكن اجي اعدل في الكود بتاع منا ممكن اجي اعدل في الكود بتاع اي حد وطبعا بيبقى معروف مين اللي اعدل فين وامتى وليه وازاي لو انا محتاج احسب انا اشتغلت قد ايه مين اشتغل وقت قد ايه على يعني على الفايلز مثلا كولانية مين عدل النقطة دي بالاخص مين شغل على فيتشرز دي كلام ده كولو سورس كونترول بيوفره لي زي برضو ما كندا بيقول من شوية حتة ان انا عندي ستيبل version فعيز اخد منها جزء كده على جنب واجرب فيتشر جديدة فمش هجرب على المعايي دلوقتي لانا version ستيبل هبواصها ليه لا هاخد منها branch هاخد منها جزء كده على جنب اجرب كلها نعيز وبعد ما اخلص هربجعه تاني مكان ده الكلام ده هنعدي عليها كلها اه طبعا هنفع مثلا هو اللي يخلي كل كل واحد يعدي في ايه بزمت في security groups انك مثلا اليوزر الفلاني ليه اكسس على الفايل كزا وكزا وكزا ليه اكسس على project ليه حاجات محددة وكل ده طبعا لط يعني الحاجات دي كلها اي حد بيعمل اي حاجة بيبقى معرفه عمل ايه تمام طيب السورس كنترول عمتا؟ ممكن لين معدل نفس الفايل نفس الفايل دي ممكن وليه حلول ودي أهم حاجة أصلا في السورس كنترول ببساطة إحنا ممكن إحنا اللي تنشغلين على نفس الفايل تمام؟ وبعد ما أخلص أنا هرفع على السيرفر وحدك هترفع على السيرفر يعني البرجن دلوتي اللي موجودة على السيرفر السورس كنترول هيقول لي لا ده فيه اختلاف بين اللي عندك وبينه هناك هم يعمي ده وينفتح لك الفايلين كده جنب بعض ويجيب لك التعديلات اللي حركة عملتيها ويجيب لك التعديلات اللي أنا عملتها ويقول ليك هتخديني في دول بحيث إن إيه لو بيه اي conflict في الشغل بين اللي أنا عملته وبين حركة عملتيه لأ يبقى الرؤية واضحة بالنسبة لي فيه طريقة تانية إن أنا مينفعش أعدل في الفايل لو حركة مش شغال علي ديوقتي وديه الطريقة الـ recommended عشان في الغالب الطريقة اللي هو بتاعت إن إحنا الاتنين نعدل ونعمل كمات في نفس الوقت إن إحنا نرفع فايلاتنا لازم يبقاتين متجانس جداً ويبقاتين يا فايل مخلوم أي ولازم الـ structure بتاع الـ application يبقى كويس جداً علشان الشغل ما أعصالش فيه قام بك فإحنا في الغالب بنالجأ بالطريقة التانية إن إحنا بنلوق الفايل أبال ما تخلصي شغل وبعد كده قوم إيه رفع الشغل اللي علي تمام؟ طيب الـ source control ليه خمسة concepts أساسيين الحاجات اللي إحنا قلنا عليهم بس هنعدي عنهم كده سريعاً رقم ما إحنا هو هو مخزن للـ code بتاعي بالـ versions بتاعته كله هو مكان بشيب فيه الـ components بتاعي والـ code بتاعي كله على نفس السيرفر مكان centralized حتة revisions إن إحنا قلنا إنه كل حاجة recorded أنا أي تعديل بعمله هو موجود معي من يوم ما بعمل create new file لغاية اليوم اللي إحنا عادين فيه النهارة تمام؟ الـ working copy أو الـ workspaces إيه الـ workspaces؟ النقطة اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي هو مش معنى إن هو موجود على السيرفر فأنا لو هعدي عدياتي مثلا أنا قاعد شجار دلوقتي على file وأنا بفتح بطن الفايل وطبعا فايل مش بيعمل build الكود دلوقتي بايد لو حد عمل build دلوقتي الدنيا بايد معانا كده إن لو في حد تاني شغال على نفس الفايل الدنيا وتضرب معا هو اللي بيحصل إيه إن الكود موجود على السيرفر أو الفايل دي موجود على السيرفر أنا كيوزر وهريد ويابانوب وكذا 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 كل واحد عنده من الكود شغال عليها بعد ما بيخلص بيعمل comment أو بيعمل check in أو بيعمل push أي أن كان المسمعات اي دي كلها terminologies مختلفة من source control ل source control تاني كلها ايه؟ بس هو اللي احنا بنستخدمها الكلمة اللي احنا دايما نستخدمها تبع check in فليت سين دلوقتي أنا خلصت شوق دلوقتي الكلام ده موجود على السيرفر بس لسه مش موجود عند الناس فليبتدي يسمى عند الناس إمتى؟ لما أعمل get version أو إن أنا أعمل pull من على السيرفر بساعتها الكلام ده بقى عند الناس كلانا فهو ده معنى working copy أو work spaces إن أنا شغال له كده بخلص شغلي برفعه ودلي بيمزله عنده مش إحنا شغالين على ال online source تمام؟ نفهم النقطة غير؟ الbranching وده النقطة اللي كنا نتكلم كامل شوية دي من أهم الconcepts بتاعة source control إن أنا عندي main version المين version دي بطلع عنها branching جاية من branches تاعة شغرة تبتيت طلع منها فرواح وكل فرع طلع منه فرواح تانية إيه فايدتها؟ زي ما أقول عندنا version stable خلاص سابقا يعني مثلاً أيام ما كنت شغال في learning development إحنا كنا شغالين على project تابع لوزارة بالاتصالات السعادية وصلنا في تاريخ كذا لقينا client خلاص إنه عدد الـ issues اللي يفتح منه 0 issues خلاص إحنا تطميننا من version دي تمام ومية مية أخذنا منها branch هي دي إيه؟ نسمناها stable branch وشغلنا branch تانية على جنب ابتدينها بنحط new features اللي client بيطلعها ليه؟ علشان ما نضوضش if the client خلاص ما عجاله خير طلاعه إيه شوه في الـ stable version اللي موجودة عنده دي دلوقتي لأ نصلح الإيشه دي ونطلعه الـ stable version ما نطلعلوش الحاجات الـ features اللي احنا بنعملها في نص الشغل تمام؟ طيب بعد ما خلصنا هنعمل إيه؟ هنعمل الـ stable اللي بعدها هو الميرجين إن أنا عندي branch وبرانش أبتلي أربطهم على بعض ساعدها أجيب الـ features الجديدة مع الشغل القديم اللي هو أصلاً كنت متأكد إنه stable ونحطط الـ اثنين على بعض الفايلز اللي يبقى فيها conflict وأنا بعمل merge هيبتدي source control يوفر الحاجات دي بالنزولة فيها conflict انت العبت هنا ونعبت هنا في نفس الوقت طيب قول لي بقى انت عملت إيه؟ هيبتدي يفتحي الكود تبتدي تراجع انت عملت إيه واحدة واحدة كده وتبتدي تتربط الدنيا البعضة في الاخر هيتحولي إلى version واحدة على features الجديدة بتاعتك ونفتدي في الوقت الـ stable version القديمة تمام؟ ايه الحاجات اللي بيسهل هلنا ان هو سريع في الباكب ان هو بالنسبة لي باكب هو في الوقت الاخرى انا باخد باكب كل يوم كل ساعة كل اي حاجة وقت ما انا بعمل check in اخوى الحاجات على السيرفر انا الحاجة موجودة معايا تمام؟ زي بعض ما كنا بنقول من شوية ان انا ممكن اعمل development لـ new features بطريقة سهلة تمام؟ historical overview of changes دي مهمة جدا ويا ما بيحصل فيها حاجاتكم داي وفي الغالب الناس اصلا بيستخدم historical overview of changes دي عشان ييفرش صحابهم بس عشان ييفرشوا الصحابهم مش علشان يشوفوا مصلحة الشغل وكلام ده اه الي ما كنت اعمل development حصل معايا موقف كده داي مخبير جدا انا عندي file بيحصل فيه behavior I'm trying ايه هو يعني في حاجة عندي غضب بتحصل اكمبر الفايل يمين شمال مفيش الفايل same ال version اللي انا كنت متأكد انها جاد شغالة وال version اللي موجودة دلوقتي على السيرفر اللي بنتين زي بعض بالظبط المهم يمين شمال عدت بقى قلت خلاص على النوتيت بقى النوتيت دي اللي هو ايه اعرف مين كتب ايه على كل line بعينه مهم عدت تمشى كده على files وليت واحد كاتب line هو مش كاتب line هو زود على line هو كاتب x equal called method وقابل لها المفروض ال method دي كان قابل لها محلوط not قابل لها مزود not تانية دي بقى يومين شغل لمسلا عشان واحد يكتشف النوط التانية دي اللي جابها هنا هو نوط نوط عمتها كده ملاش معنى هو عاكس logic بتاع حاجة بوزة الدنيا دماما ايه بقى اللي جاب حاجة زي كده نكتعمل النوطين وتشوف مين كده بقى طولها واحد صاحب وطلع تغيره في شركة بالنوال طبعا مش المفروض التوفايل ازاي بعض ازاي ما طلعش منور احمر على دي منور احمر على دي بس طبيعا مثلا ايه اللي غاير هتغير في line هيعيشين line هيعمل اي حاجة كبيرة لكما حدي زود نقط نقط دي صعبة شوية تمام طيب ايه اوه اوه بس والبر ان اللي كنشغال عليها كان بيجو ستودي عطل وعشرة فكان فيه شوية ياباوة كده في الحيطة دي كانت تهية بس اللي بت لماور احمر اوه السورس كنترول انواع كتير عندنا كتير ايه عندنا جيت هوب عندنا عندنا الباكت عندنا الباكت عندنا وده هو الاساس بتاعنا المواد في كعادة مايكروسوفت مايكروسوفت بتجيب اي كونسفت او اي تكنولوجي زي مثلا اخذت ال MBC عملتها في الموت ايه بيت احلى MBC في الدنيا فمايكروسوفت بتحط من اخيرها في اي حاجة تهم عامل عليها بروتك كده مخترم ويطلع احسن من اي بروتك نظر فالسورس كنترول تاع مايكروسوفت اسمه ليه احنا نستخدم فالسورس كنترول اللي احنا في بساطة الشديدة اسم التراك بتاعنا ميكروسوفت وميكروسوفت كل حاجة بتعملها تبقى مع بقية حاجاتها فهيه هاتيه مثلا مع الوجوال ستوديو ماشي زي الفول هاتيه مع شير بوينت بيقول بابا وماما هاتيك حاجات فضيئة بقيته السورس كنترول سيبقى عنيفة شوية في التعامل معي بقيته ان هم مزودين عليه حاجات بقيت الشركات تقريبا بتعمل سورس كنترول اذا سورس كنترول هو كده بسنا لكن لا ميكروسوفت تحطي من اخيرها في حاجة ما بتسيبهاش في حاله هم بدأوا من اول استرد في البروجيك لاخر استرد هم بدأوا من اول ما انت بتحضر البروجيك بتاعك لغاية اما بتعمل تستيج البروجيك بتاعك تمام؟ مؤخرا في 2015 وهو كان عبي كده ده كان هو سورس كنترول بس كده الواحد هو على سورس كنترول دلوقتي يتغير شوية في البروجيكش بتاعه بقيتين فونديشن سيرفر عنده حاكتين تحت يقدر يكلم التين فونديشن سيرفر التين فونديشن سيرفر ده اللي هو التين فونديشن سيرفر سابقا والجيت حد عرف الجيت هاب تمام؟ الجيت هاب اه الجيت هاب ده عباره عن ايه هو سورس كنترول موجوش اي مشكلة خاصة معظم الناس اللي بتسخدمه مين الناس اللي شغالين بيرفعه حاجاتهم أوبن سورس فحاجات اللي احنا بنشوفها دي نعمل مثلا دونود على الزيت او الكلام ده كله ده بيبقى كود بتاع ناس شغالة دي برانشز بتاع الناس فعلا شغالة هو حاجة من الاتنين يحد بيشتغل أوبن سورس فسايف شغله عليه يحد معهوش اللايسنس فمعهوش انه هو يعني الـ المهم فهو دلوقت الـ بقى بيتعامل ياما مع الـ ياما مع الـ الـ اللي احنا بتعامل معه النهاردة ايه؟ هو الـ كمان هو بدء منين بألفين بدء من اول ركوارمس مناجمت انا باخد ركوارمس بسم الله الرحمن الرحيم كده برواحهعمل بيتعال فيه قصة الـ كده من بابها بكل حاجة فيه اللي هو هيعمل خلقه و اللي هو يشرحه لكم كله هتعمله بوردز و ويزر ستوريز وهتعمله شوية ورقه كده وتبتدوا تعمله التفليز ده ما خفيف جدا اللي هو هيعمله كله ممكن تعمله انت فيرشولي جوه التين فاونديشن سيرفر فده بتبقى برضو حاجة لفيفة له كل حد مثلا بلما يفكر بيشتغل في ستارتا بقى ويفتح ستارتا بقى حاجة هيستفيد بالكلام ده ان هو يبدأ ينظم شغله على تيم فاونديشن سيرفر تمام؟ فيه جزئية تانية في الغالب محدش بيستخدمها الوتوميتد بيلد و الاب مانجمنت الوتوميتد بيلد دي ان انا بصلط مسلا سيرفر عندي كل يوم الساعة اثناشر بالليل واليكم ان هو يعمل بيلد اللي كود ومش بس يعمل بيلد لو بيعمل بيلد يوم مران عليها شوية تست بروسيدورز يعمل الوتوميتد تست الوتوميتد تست ده مفروض الناس بتواقواليتي اشورانس او قواليتي كنترول تيم اللي عندنا هم دول اللي يعملوا بعد بقى مخلص البيلد ورن عليها الوتوميتد بيلد يوم يبعث لك ريبورت ولو لقى فيها بجز يوم يفتح لك بجز ويبعث لك بيها تسكات لو ايه عايش لواحد منك بس في الغالب الكلام ده مش هتقوش عغال في مهظم الشركات في مصر وغير كده اول ما حتت انه عنده testing procedures او unit testing تمام فهو ببساطة بيغطر من اول ما ببدأ ال application لغاية ما ال application بيخلص معي لغاية التست في برده من ضمن الحاجاتك بيعملها هو بيعمل releases لو انا شغال agile من ضمن ال practices بتاعت ال agile ان ال client بيبقى بيشارك معي في phases بتاعتي كلها فهو ممكن source control برده بشكل automated ان هو كل اسبوع كل يوم كل يومين زي ما انت عايز تبتدي تخليه يرفع release جديدة على السيرفر ويبعث mail لل client يقول له تعالى تفرق انا مليش دعوة الناس بتخطها بيتخلصها وتعمل لها كمات على السيرفر وهو بيعني الكلام ده كل الواحد بس برضو ده كلام مش مستخدم معنا طيب حد غاية دلوقتي فيه اي حاجة مسقطها طيب ممكن حد يقول لي بطير موسيقى طيب حد يقول لي اي الورق ايتم اي و اي و ضي ده الwork copy او الwork space طيب الwork item طيب ده الwork item الwork item هو object انا بفتحه على team foundation server الobject ده هو يامة bug يامة task هو حاجة فيها text ليها عنوان وبعمل لها assign على someone من الناس من ال team اللي شغالين على source control ده وبيبقى بردو فيها ال history بتاعها دي بتستخدم في حاجات كتير اوي ممكن ان انا assign بيها tasks للناس ممكن ان انا review بيها bugs لو مثلا ده كده كده هتشتغل الwork items دي اي شركة ايه كانت ايه هتشتغلو فيها مع ال quality control team ال quality control team بيفتح لك ال bugs بتاعتك على الwork items الwork item مثلا ليها priority ليها expiration ليها شوية attributes كده تمام؟ تاني احنا ممكن ان ايه تريد ده بباعة عن عن the project هو حاجة كده item ايه حاجة كده item ايه حاجة ايه واحد ايه طبعا ايه طبعا يبقى ماكتوب فيه شرح بتاع الباك دي و ازاي مثلا توصل لها والباك دي موجودة فين و حصلت و انا بعمل ايه تمام؟ يبقى ماكتوب فيه تاسك جديدة يعني نفسك قلت كونترول و قلترولي من الائتين دوت و انا عاكز عليها و اشوف ايه مشكلة عندي باكو مثلا في حتة معينة و ابدأ لو عندي تاسك جديدة ف انا اخد الباك دوت و ابدأ اشعر عليها بالزبط بالزبط جيد ده مثلا الورك ايتن من نوع باك فيه وورك ايتن من نوع تاسك ان انا لأ التكنيكالليد بتاعي بيعمل لي أساين لتاسك جديدة و ممكن مع الأساين ده يربطها بالفايلز معينة يرميلي جواها تاتشمنس يحطلي جواه اي حاجة واي عايزها واي حاجة اي تغيير بيحصل جواه الورك ايتن ده لابد الكلام كله الريستري بتاعه موجود تمام؟ طيب في ايه تاني احنا عبدين عليها هنفتحهم من لوسها لم يش سمعني أفتاح فحنا نفتح فلسف طيب حديو ده مرزي خطر تمام كتب طيب سيرفر عندنا منه نوعين نوع On-Premises و نوع Online يعني ايه On-Premises اي حاجة موجودة الفيزيكي عندي جوه الجوه السايت اللي انا عطيه و جوه الشركة اللي انا عطيه جوه الشركة اللي انا عطيه على سيرفرز اللوكل بتاعتي اسمه On-Premises هل اسمع الاسبريشن ده مع SharePoint انك تسمع عندك SharePoint On-Premises ده اللي هو موجود مع ايه اللي احنا عمله عن ماشين بتاعتنا اسمه On-Premises او SharePoint Online ده اللي هو OverCloud ده اللي هو مثلا SharePoint في Office 365 تمام؟ فاحنا في الغالي طول ما احنا جوه الآية هنتعام على SharePoint Online ان شاء الله في الشركات هنبقى بنتعامل مع On-Premises ال On-Premises قطب شوه ان هون بيبقى سريع لان الفيزيكي اتناقل جوه الناتول بتاعتي اه مش يعني ما عنديش اي افورت ان انا اطلق ارفع حاجة بل الانترنتي احنا بس اعرفوا اليور قده هو VideoStudio.com عشان ده اللي احنا عطيه هنعمل الي Accounts بتاع Team Foundation Server علشان نبتدي نحط عليها Source Code بتاعنا ونبتدي نجرب الكلام لكم ده ان شاء الله هنعدي عليه في اللاجه هنهارده هتفعله ال On-Line 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 هفتح Microsoft هشتري Team Foundation Server هوريلك دلوقتي برضو احنا عادين هفتحلك Server مخطوط عليه Team Foundation Server وتعمل له On-Store بس الشرطه نور يبقى السيرفر ده Published On-Line يبقى ليه Public ID ده عشان نعرف نكلمه من بره يأما يبقى جول نترك معانا هم ايبقى ال Features بتاعي Team Foundation Server Version Control زي وزي ايه Version Control؟ في اللي احنا قمناه من شوية حتي مش عارف يعني ايه Version Control لسه ماشي Work Item Tracking Work Item تلاحكم عندما نتكلم عليه تمام؟ حتي لسه مش فاهمها ايه طول ما سيربر بيشيل هيشيله يعني مصلا فيه Project من شغال عليه من 2007 لغاية النهرة تدخلي عالهيب تاريخ فيه تاريخ، ممكن توصلي لأول مرة الرفاة ده كريتت فيها تشوفي الفايل كده وبيكبر قدامك واحدة واحدة، كل ده مبوض ويضاوي في حتة يعني يبعد كده وسنقولها الـ versions دي بتشاب في الـ database الـ Team Foundation Server بيمانتين الـ data بتاعته جوه SQL Server زي وزي SharePoint بسي طيب Project Management Functions ده ورده اللي احنا قلناه من شوية انه بيسهل الـ Software Engineering Process اين كان بقى المثالوجي اللي انت تتعمل معها فيه حاجات موجودة جوه اصلا زي الـ Agile Scrum أو Agile Scrum أو بعضه والـ Waterfall ويقول الـ Waterfall ده أسوأ Software Project Management Model ممكن حد يتعمل معه يعني حاوله تتحجب وفي نفس الوقت يتعامل مع Microsoft Project حد عارف Microsoft Office Project حد شايفه قبل كده؟ ميه؟ Microsoft Office Project هو في حاجة برضه لطيفة من المحاجات اللي هو بيعملها انه هو لما بيطلع لك task ممكن يحطها لك ازا task على Microsoft Project ممكن يكلابريت معه تمام؟ الـ Team Build إنه هو قلنا حتة إنه بيعمل 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 كل يوم من واحده Data Collection Reporting إنه هو من الـ versions الرهيبة اللي عنده من الـ Work Items العدد الفضيع اللي عنده بيبتل يعمل Data Warehouse فيه نقطة حيبة قوي بس ديه لأسف مش نعرف تشوفها اسمها Team Project Portal Team Project Portal ده هو SharePoint site هو لأسف مش موجود على SharePoint Online وإحنا ما عندناش ماشينز ينصد عليها SharePoint فمش هنرح شوفه بس هو انتنا ما تكرره الـ Project على الـ TFS بيعمل لك ويبسايت على الـ SharePoint الـ Web site ده يعني Team Collaboration site بيبتدي بيبقى فيه chatting مثلا بين الـ Team بيبقى فيه Work Items تاعد كل واحد بيبقى كل واحد نزله الـ tasks بتاعته بيبقى الـ Home Page بتاعته عليها زي Graphs كده ايه اخبار الـ Builds اللي فاتت الـ Automated Builds الـ Buds اللي طلعته الـ Reporting على الـ ده نازم ينصد عليها SharePoint عشان هو بيبعت الـ Data بتاعته ديه SharePoint وده لأسف مش هنعرف نشوفه ايه تاني عندناه Team Foundation Share Services Team Foundation Server هو مش قافل على نفسه كده اذا توله او عنده حاجات تانية كتير ممكن يعملها انكم تتعامل معه بشكل او باخر من بره بـ APIs انا مركزش بصراحه وبتتعامل معه زيك بس هو انت تعرف تكلم الـ System بتاعه كان الـ Example اللي عد عليها بحاجة زي كده برضو في الـ Learning Development اللي هيشتغل هناك فيه تول كده هتقبلها سمارت رونس رونس ده هناك اسمه God of Time ده اللي هو بيخلي الناس ما تمشيش من الشركة ما تعملش sign out انت بتروح الصبح بتدوص sign out وتيجي في اخر اليوم بعد ما تعدي ثمن ساعات بتدوص sign out فمن ضمن حاجات انت لازم تعملها لازم تـ Log انت بتتمها ساعات ده بيشتغلتهم فيه عندك بقى حاجة تانية ما يسيبكش تعمل sign out الا لو هو متأكد منه انك ما تبقاش ماسك اي فايل يعني اي ماسك اي فايل يعني الفايل ده على السيربر وانت كنت بتعدل فيه واصلا الـ Policy بتقول الحتة اللي احنا كنا من التكلفة انه ما يفعش اتنين يعدلو في نفس الفايل في نفس الوقت فانا دلوقتي عامل Log لفايل عندي عشان انشي من الشركة غير لما اطلعه تاني على السيربر عشان اي حد غير يعرف يعدل فيه تمام؟ ايه تاني؟ طيب ويلصل سريعا كده ايه من concepts بتاعت source control؟ تمام؟ سريعا كندما 번째 تمام؟ نحن تقلد Scots نحن تر toma تحريط اقل سريعا كazzi ابان ان افتاش نحن فيه ده الاسمو برانشن تمام ده الوركاب اللي هو عندي نسخة لوكل طيب يعني بعيدا احنا لسه برضو مدخمناش مشوفناش تيم فوندشن سيرفر شغال ازاي مشوفناش اي حاجة احنا متخيلين دلوتي عايز حد يحكي لي سيناريو كامل لو انا عندي بروجيكت موجود على السيرفر واتيم من ثلاثة شغالين عليه وعندنا مثلا في فايل واحد احنا كلنا منعدل فيه انا وحرايك دلوتي هنشتغل على الفايل ده في نفس الوقت او ان احنا اللي اتنا عندنا تسكات على نفس الفايل او تو فايل ممكن تقول لي كده السيناريو ايه اللي انت متخيلو ممكن يحصل عن التيم فاوندشن او غيره عن مثلا كونسلت او مفترض ان انا يعني البروجيكت ده الفايلات دي هتلاقي او موجودة نوكل عندي وعندك او هبدأ اعدل في الحاجة في الفايلز اللي عندي واللوكل بعد كده هتفحه على الـ Team Foundation اصلا في نقطة في الاول انا في الاول هعمله check out انا انا عملت ايه مسكتو من عالسيرفر نزلتو عندي عشان اعدل فيه هو انا ما نزلتوش انا ما عملتش get version لا انا مسكتو انا عملت عليه lock تمام ليه عشان الفايل ده يبقى بتاعي عشان لما اجي انا اتعدل ايه اخش اعدل فيه اقول لي ده locked مش انفعت اعدل في الوقت اشنا في واحد يعدل في الوقت حرقتي تمام خلصت بحريك شغل في الفايل اه هبدأ اعمل check-in عشان الـ update دي تشتاق البيت الـ Team يشوفها طيب حيب ايه طيب هو كده الـ Team بايته شاف يعني بايت الـ Team لسه شاف الفايل ده ولا لأ لا يسه طيب المفوض يحصل بقى يجب الـ version ده هنا اللي نعجلت عنيه طيب جميل طيب حصل شيء ما غريب وانا بنزل الفايل بايت الـ DFS او الـ Source Control بتاعي بيقول لي اني فيه conflict في الفايل ده ها عمل ايه هربك على الـ version دي هربك على الـ version دي طيب انا مخلص feature جديدة كاملة على الفايل ده والراجل ده برضو مخلص feature جديدة كاملة على نفس الفايل ارجع الـ version دي مدار بزرق عمل لهم مرج وخلص بس مرج لازم ايه ابعارف ايه اللي بيحصل اينا و ايه اللي بيحصل اينا عشان ما عملش مثلا حاجة فيه يعني هو الفيديو الـ Team Foundation Server بايمانه بتاع Microsoft وان حاجة Microsoft كلها كاملتابل مع بعضها فهو سمارت اناف ان لو شايف ان الكود اللي انت كاتبه ما بكوش حاجة دوبليكيتد هنا و اهناك فهيعمل مرج على رسوله غير ما يقولك مش هيوجه لك دماغك بالنقطة دي لكن لو في حاجة دوبليكيتد هاتي دولك لا معنش تعال اختار بقى شوف انت عايز ده ولا عايز ده شوف انت عايز ده شوف انت عايز ده شوف انت عايز ده بس يعني بس انت الـ Concepts بس انا بتكلم دلوقتي الـ Concepts بحتك مجمع معايا عندك اي مشاكل عما انت نبص هو كورس يعني او بيتلخص في الكلمتين احنا بنوره ونفض دور فاحنا ممكن نخلص ونعيد تاني ونخلص ونعيد تاني ونغير في اي حاجة تانية براحتنا براحتنا فيه لاب هنجرب فيه الحاجات دي وممكن نعمل project كده زي احنا هنعمله في الـ في الـ project عبشان صحفان صلاح بنتي نرفع حاجاتنا هزافين زي هيبقى كل تلاتة مع بعض ونالعقبة بالفائز تمام؟ لا 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 هو براحتنا بس هو الـ TFS Online عشان pre انت بجيبع معاك خمسة users by maximum انت اخر بتحط كانان اربعة معاك فهو يعني الماكسمام بتاعنا الاسبق هيبقى الخامسة دول لو عايز تشتغل بصورة كنترول تانية على فهم اكبر ممكن تشتغل بالجيت بس عيبقى الكود بتاعك فتلشت يعني انت با الناس كلها شكاة يوم ما تشتغل باس نفتعته بتاليم بخمسة دولار في شهر او حاجة كده بيبتديلك عدد مؤينة هو الـ project مين اللي عمل هو الشركة اسمها جيتها مين اللي عمده اللي هو علاك الـ project الـ project الـ project بالضبط ده مؤخرا على فكرة الكلام ده يعني ده لسه في الـ Team Foundation Server 2015 ان انا وانا بكريت الـ project بقوله يمنتين الفايلز بتاعتي عند Microsoft ولا عند Git بصراحة انا لسه ما شفتش هو لو هيمنتين عند Git هيفيه فيتشورز هيقللها ولا لا بس هو كان زمان كان الـ الـ github كان ليه integration مع الـ visual studio بس كان سيئ جداً يعني كان مثلاً ما ينفعش حد يعمل pull او get file من على السيربر لوحده لان انتجات الـ project كله ده من ضمن الحاجات السيئة جداً قصوا ده كلام نظر قوي وده بس for your reference مش اكتر من كده وده الكلام اللي فات اللي احنا قلناه عشان بس لو الناس حابة ترجع الـ slides تبقى شاملة كل حاجة ممكن تبقوا تقرؤوه لوحده جداً تمام version control زي ما كنا نظر من شوية مهم قوي تبقى عارف ان الـ ان هو بيمانتين الفايلز بتاعته عشان بس ما طرحش تدور على فايلز وراي ان هو بيمانتين الداتا بتاعته بيمانتين الداتا بيس زي الـ shape point بصوت ماذا دك هو حجمه من حجم الـ داتا بيس فهو الدنيا بتصغر ايه ما عندوش اي مشكلة في حتة الـ size التيم بيلد برضو اللي كنا بنتكال فيهم شوية حد مش ممكن حد تاني يقول ايه التيم بيلد؟ تمام تمام قبل ما بيبعد بيها الـ report هو بيعمل build ده رقم واحد رقم اتنين هو عنده Automated Test او عنده unit test فهو يبتدي يرن الـ testing rules دي مين اللي مسؤول يعمل testing rules ده quality control team الـ quality control engineering اللي باش عجل مع هارك هو ده اللي مسؤول انه هو يعمل في الـ procedures دي بعد ما خلصها لو في بقز طلعت هيبتدي يعمل بيها الـ يتطلع لي بيها الـ report ويبعث بيها مين في بقز كزا وممكن كمان يفتح work items ببطر تمام ممكن اخوان اكثر الـ project management function الـ project management function اه حركة computer science تمام اختي الـ Agile الـ Waterfall تمام وليلي مسؤول اكثر اه في الـ software engineering كورس اللي كانت لابد انا ما هو كان اوه بيحرس كورس الـ Agile كامل طيب هنقوم بتليلي اي practice من practice داخل الـ Agile طيب اقول لك مسؤول زي الـ User Stories فاكرة مسؤول حاجة اسمه User Stories ان احنا بنعمل بورد كده بورد يبطيب عليها مثلا الـ tasks الـ tasks و الـ done tasks و الـ bugs ولو كيه مثلا حاجة مع الـ UI team وبنكتب كل task او كل user story على كورد كده وبنعلقها وبدهار الكورد ده بنبقى المكتوب عليها ويجي واحد من الـ يسحب كورد ويقوم يشتغل عليه بعد ما يخلصوا يمحطوا مثلا في الـ keyوب بتاع الـ testing وبعد ما خلاص الـ quality control engineer جيل لا محقص في الـ testing فأنا أخدهم الـ testing أعماله تاست بعد ما أخلص أمحطه في الضامن مخلصش أنا جيل أمرجعه تاني في الـ development أو في الـ fixed ده مثلا إحدى الـ practices بتاعت الـ الـ Agile صاح كده؟ طيب البورد والكامل اللي حدونا عليه ده كله موجود زي ما هو بس virtually جوا team foundation server موجود فين؟ على الـ collaboration site على الـ collaboration site وفي الـ online version منه فيها شوية features كده من الـ collaboration site برضه من ضمن الـ practices التانية حتة الـ releases من ضمن الحاجات بتاعت الـ practices تاعت الـ Agile إن الـ client يبقى موجود معي في الـ development إن هو يبقى بيشوفك حاجة كل أسبوع وكل ثلاثة أيام آيان كانت الحاجة دي لو كانت حاجة صغيرة أيام فهو automatic الـ clean foundation server حيجيه كل أسبوع يوم وياخد build متأكد بنيها تمام ورن على الـ procedure site وكل حاجة زي بقول يوم رفعها ويوم بعد الـ blind بس الـ clientة مش فطلوب إن هو بعرف أو مش عاد بـ or account على الـ clean foundation أو أو معرفش حاجة تاعت التكنيكة أو أي حاجة لا هو لا هو مجدعه بالكلام ده كل بوسه وعمتاً فيه من ضمن الرقسيس تاعت الـ Agile برضو إن هو ممكن يبقى قعد معك في الناحية التكنيكة ممكن الـ client يبقى قعد معك أصلاً في الـ في الـ في الـ ممكن يبقى بيتخرج يقول لي بيحصل مشتازي بيفهم بس بس أحيناً بيحصلة بس الـ بس الـ بس الـ بس الـ بس الـ يعني مش مستخدم أوه في مصر بس هو موجود يعني كمام فهو وبرضو هو مش مش معنى إن هو بيرفع له ريليز إن هو برضو داخل بحاجة تكنيكة لا هو ممكن يعمل له بفلش لريليز كمدة على الـ الـ كان يبقى عامله مثلاً إيه test.caza.com هو يرفع له الـ عليها كمام طيب الـ 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 برضو زي ما قلنا اللي هو إيه إننا نقدر أتعامل مع الـ team foundation server بـ API's أو DLLs بتاعه طيب نسخل بعض ديمه عشان نعرف الناس زي إيه طيب طيب أهم حاجاتنا نعدي عليها بأننا نشتغل على الـ Online TFS هنcreate account كلنا وكلنا لازم نcreate project حتى لو مش يعني حتى لو مش كلنا هنعمل invitation لناس الناس كلنا لازم نcreate project على الـ بتاع على الـ TFS طيب الاسبط وهنعمل لبعض invites في حاجة لازم نفهمنا كويس قوي الـ الـ project اللي على TFS مش هو الـ project اللي عندي أنا بكرييه project على TFS على team foundation server online وبارفو عليه solution بتاعي ممكن هارفو عليه أكتر من solution عشان بس فيه ناس بتطلخبط في حتة دي حتى مش فاهم؟ نا تاني أنا دلوقتي دخلت على team foundation server وعملت create a new project تمام؟ بعد ما اكرييتم مش معنى كده ان الـ code بتاعي بقى هناك ده لسه project فاضي وعملت بس invite الناس عليه معنش اي حاجة جاكت بعد كده الـ files بقى بتاعتي و project بتاعي as a solution على بعضه لو solution ممكن يبقى فيه تحته كذا project تمام؟ فهم ماخده كده زي ما هو رفعوا هناك فكلمة project اللي عندي على المشين هي للـ project بتاع TFS حتى مش فاهم حتة دي نا تقدر ترفع تقدر ترفع تقدر ترفع وشان وكذا project انهم في الاخر هو ممكن ترفع اي حاجة اصلا يعني يوه في الغالب بتلاقي ناسبت بينتين جوال لدكمنتيشن فايلز اي حاجه تعمه هو ده جوال دي لاز مثلا الكسترنل ناسبت بتشيلها بفافتاتي بص الاتابيز ممكن تعملها كده بس في حاله لأطفل الاتابيز يعني ههولك الاخر برضو من دون حاجات اعاد عليها ان كل فايل كده حسب الستر بتاعته بيقليش وقت ايكنز فههعرفكو ايه الايكنز دي ان احنا نمنج وركس بيس انا ممكن يبقى عندي اكتر من لوكال كابي بس انتا مش هتحتاج تعمل كده ممكن يبقى عندك اكتر من لوكال كابي حد فاكر ايه لوكال كابي الوكال كابي بزبط جيتعاملوا مع بعض ان هو انايوزر وانت اليوزر مختلفين عن بعض تماما انا اصلا انا اعيزة من فوق الواحد يبقى شغال في التين بو بالزبط لقى ما نقولك ده يعني حيك ممكن شخصيا يبقى عندك على الماشين تو وطورد انا اتنين يعني؟ اه عندك اتنين ونمش دعب بعض وتعمل يشغل هنا وبعد نتفلسيت ومعامل اقوم فلت مع نفسك وتعمل اقوم يرفع الاثنين مع بعض نحن نقود نلعب مع بعض بالزبط طائب قولi تشك إن أو تشك أوت ده اللي هو انت عم بانخلصه شوه بعد كده ببوش يلا ارفعه تمام بول ده اللي هو هات اللي على السيربر هبقولك هي كلات المنورز مختلفة حسب الشركة اللي انت بتتعامل معها ايه برضو في الاس بي ان بيتهايلي حاجات مختلفة اس بي انت كان كان كومنت اه هبقولك حاجات مختلفة تماما بس هو في الاخر هو الكون سبت واحد ايه ونكمبير فايلز و هنشوف الهيستري بتاع الفايلز هنبتدي نحاول نعمل مرش مثلا نعمل 2 local copies كده و نضرب الفايلين و نعملهم مرش مع بعض ونبتدي نشوف الwork items و ازاي نعمل query على الwork items دي احنا نشغلينا بجو الستوديو كامل و احنا نشغلينا بجو الستوديو كامل في نسعة 13 و نسعة 15 طيب و عمتن الـ الـ 13 في شوية مشاكل مع الـ Team Foundation Server في حتة الفايلز بتاعت الباكيجز هت عارف ايه النجت باكيجز طيب النجت باكيجز دي الـ رجب الزلتري كده ما اتصفت عاملاه في شوية لائبوريز في لائبوريز كتير ايه ايه حد ممكن يعرف عليه اللائبوري بتاعته و عندي على الرجو الستوديو كومند لائن بدأ نلود منه فاكيجز فاكيجز زمان مثلا لو انا عندي لائبوري بتاعي فيسبوك فبروح و منزلت ديه بقل بتاعتها و انا حطيتها عندي جوها الـ project حد عادة على الفيز دي قبل كده لأ دلوقتي الموضوع ده اللي قوي ان انا اجيب حاجة كده مثلا او اجيب جيكويري فاير ان انا الروح برضو على وجود الجيكويري فاير و اخط عندي جوها الـ project برضو ما بيتش بعمل كده لأ الموجود دلوقتي الموضوع ده انا بإنستول الفيز التاعتي مثلا لو لتاكن جيكويري ولتاكن DLLs ولتاكن اي حاجة لحط عندي جوها الـ project سالان كده هورها لكو لان دي مهمة جدا وهتعدوا عليها اكيد في الـ project اللي جاي يعني لا لا هينفع حاجة خلص بس هو بيعمل شوية conflict مع الـ بص طالما السيرفر بيسابورت الـ version بتاعتكو الـ version بتاعته مفيش كده في الـ بص طالما السيرفر بيسابورت الـ version بتاعتكو الـ version بتاعته مفيش مشكلة بالضبط يعني لو لو السيرفر انت والسيرفر متفقين مع بعض خلاص مفيش مشكلة انت والـ client تاني ما انتو ملكمش دعوة بعض اصلا انتو في الاخر انتو ملكمش دعوة باللي بيحصل ملكمش دعوة باللي بيحصل ان شاء الله انتو في الامر انتو في الامر انتو في الهدي انتو في الامر سوف نأخذ بريك والموضاعي خلينا نأخذ بريك الأول و ندخل عالديم هو ديمو مش طويل بس خلينا نأخذ بريك و ندخل عالديم عشر دايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً 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 هل انظر مرحباً لماذا يجب هذا الوطاق؟ نعم لماذا عندما سنجده المتحدث؟ مرحباً 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 جزء نانسي قنقر 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 نحنقر نانسي قنقر 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 نحنقر نحنقر نانسي قنقر نحنقر 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 نحنقر